موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم وحلقة جديدة من حفظ على صحتي أولا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وموضوعنا اليوم خاص بصحة العيون ورمضان وبالضبط سؤالنا هل يسبب الصيام جفاف في العيون وأكيد نصائح أخرى لمرضى العيون والصيام في رمضان من أجل ذلك معنا مشكورا للدكتور حسن محسين اختصاصي في أمراض وجراحة العيون أهلا بك دكتور وشكرا لوجودك معنا أهلا وسهلا الأخت سعيدة أهلا بك شكرا على استضافة شكرا للتقام البرنامج وشهر مبارك سعيد ورمضان الكريم الله أكرم دكتور اليوم سنحاول تعرف معك على بعض المعلومات عن جفاف العين خصوصا جفاف العين لأن دائما ما يقال بأن رمضان أو الصيام له علاقة بجفاف العين لذلك نود في الأول بأن نتعرف معكم على ما هو جفاف العين الأعراض لها جفاف العين وشكل تتصب بها كتر أولا نفرق بين جفاف العين والحساسية طبعا الحق هناك فرق جفاف العين يتميز بنقص الدموع أولا في التركيبة ديال الدموع أولا في الاستقرار الدموع وهو العوامل التي تدع إلى فقدان الرطوبة ديال العين هذا هو نقدر عند من أغلقوا هذه الجفاف؟ أولا عامل السن إنسان الذي عنده أكثر من خمسين سنة أو خمسين سنة سألقوا عنده أنه طبيعي طبيعي أغلقوا عنده السن طبيعي الجسم مع المدة كي نشوف سألقوا الطبيعي ولكن سألقوا بأنه كي نميزة عند النساء أكثر من رجال دائما نسا أولا على الهرمونات يمكن في أي يوم الحب يوقع المشكلة يمكن إلا كانت السيدة عندها تتخذ هرمونات لطبيب الاختصاصي ديال النساء أكتبوا بلا أولا إلى وصلة واحد المرحلة لفقدات العدد الشهرية مرحلة الأمل المرحلة قبل ما نقل الإسم الأمل طبعا هناك حالات أخرين هو الإنسان عنده أمراض مثلا الروماتيزم أولا متلازمات شوغران أولا الليبيس أولا عنده هرمونات عنده مشاكل ضد الدرقية التي عويد طبعا هناك ناس كذلك عندك أسباب أخرى هو الإنسان الذي يعمل العدسة اللاسقة أولا جرت العملية القرنية بالليزر أولا كيأخذ الأدوية كيأدوية اللي كتعطيك الجافاف من هالأدوية ذي الاكتكاب 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 ولا ديكسيون ولا هذو مثلا كم كيأطيه إحتهما الجافاف ديال العين بصفة مختصرة هذو هذو بعض الأسباب العوامل قالوا بنسبة للعلامات بحل قلتي شنو هما العلامات اللي غي يحس بهم الإنسان ونالش أكد لك لأن نرى الفحص هو اللي غتي يعطينا يكيأكد لنا العلامات مختلفة من الحاجة بسيطة إلى الحاجة موحقادة تختلف كذلك بين الشخص إلى آخر بين الشخص إلى آخر كيفاش هو غتي يحس بها وكيفاش هو غتي يمكن يحس بألم يحمرها في العين يحس بألم مثلا سانساشون كوري ترانجي بأن شي حاجات غريبة غريبة في العين صعوبة في القراءة صعوبة في فتح العين صعوبة في الاستيقاظ في الصباح هذه علامة مهمة في الصباح تلقى صعوبة يفتح العين دياله هذي كتكون درجة متقدمة كنتم دكتور هذو كتكون درجات ولكن علامة من العالمات علامة من العالمات هناك بعض الحالات تتكون هنا واحد لسيكريسون في البورغ ليبر ديال العين ماخات تيكون بيض تيجعل الإنسان هاتك راح تقولوا لعماش لعماش ما هوش صفر ولكن كنتي حاجة في الجنب ديال العين راح عالم صعوبة في الرؤية حتى هي صعوبة في القراءة إذن هذو علامات تكون لهم العالمات اللي تيكون راح هذك هو الجفاف البداية دياله راح والأولى راح كاين تيخص الفحص طبيب باش يأكد لأن ربما كي الناس عندهم هذي الجفاف ما تردولوش البال تيقولوا غير العين ديالنا تتألمنا شي شوية تنحسوا بحال شرمال أو شي شرمال فعلا وهذه هي العلامات اللي إنسان خصو ينتابه لها ويمشي في حصل عين دياله لأنها هذو كعالمات باش نتأكدوا أشنو واقع وشنو كاين نحن نأكدوا على هذ العلامات لأنها مهمة بالنسبة لكم دكتور وبنسبة المريض للتشخيص المبكر لأنها كانت تشخيص المبكر عنده أهمية كبرى عنده أهمية كبرى وتساني الإنسان ما يقولش عندي غير حساسية عندي تستعمل بعض مستعمل أدوية بعشوائية واحد طريقة لأن هذوك نفسه غدي أضطر على العين وغدي يزيد عقد الأمر بهذا المدد إذن الصيام وشهر رمضان وشك يدخل ديال من هذ العوامل هذي الأسباب دكتور لا الصيام ما عندوش ما عندوش علاقة ما عندوش علاقة لكن علاقة بنسبة إحنا اللي كان خلقوها يعني ربما في التغيير ديال نمط العيش إذا كان الإنسان ماريد إذا كان الإنسان ماريد رات يخصوه في صحيح يفحص ويشوف المسائل اللي له أشنو كعين أما الإنسان اللي هو عادي رعادي كيتبع نمط عيش سليم غير يكون سليم ورمضان إن شاء الله يكون باخر وعلى آخر إن شاء الله نتوقفوا مع العلاج ديال هاتجافة في العين دكتور كيفش كيتم العلاج أولي الفحص يكون فحص طبي من طرف الطبي مختص عاد ونعرفوا سبب نعم وندزول العلاج العلاج يما كان نعتمده على دوم أسطيناية كان العلاج كان نضطره ندخله أدوية الكورتيكويد الاستغويد أو السيكروسبورين في الحالة اللي ما مزمينة بعد مرة كان نقوموا بغلق المجرى ديال المجرى ديال المياه الدمعية في الجفن وبعد مرة كان نطرروا نديروا عمليات باش نغلقوا دك المجرى ونشدوا العين علاش باش نحافظوا على دك العدد ديال الدموع اللي كاينين في العين نحافظوا على المجرى باش تبقى للعين رطباش شوية لأن الرطبا هي اللي مطلوبة نعم بالنسبة إذن العلاج كيختلف لحسب كل حالة كل حالة طيب الآن دكتور بما أن المرأة اللي كتصب أكتر والمرأة هي اللي كتتتعمل أكتر كذلك العدسة اللاسيقة وذكرتي بأن العدسة اللاسيقة من أحد الأسباب أو العوامل اللي كتأدي لها الجفف للعين واش الناس اللي تتستعمل للعدسة يمكن لأنها تصب الجفف ولا إذا كان إنسان عنده جفف ما يستعمل لشهد العدسة خصوصا في شهر رمضان لأن الأغلبية كتستعمل العدسة الآن أولا العدسة قبل ما يستعملوا من إنسان خصوص طبي باش نتأكدوا واش كين الجفف للعين أو لا ما كاش الجفف نتأكدوا على واحد اللقطة مهمة هناك دمعة للعين اللي هي غفلكس إنسان حازين تيبكي هذك الدمعة عادي وكين دمعة اللي هي فوق القرنية وكتخلي ذك القرنية وكتخلي ذك الأجسام الساقين اللي كان في المكوينة ديال العين سليمة هذ دمعة راها مكمنة بثلاثة ديال الطبقات طبقة السفلة بروتيني الوسطى الماء العلية دهنيات إذن لغا نعملوا واحد العدسة خصنا الفحص ونتأكدوا ونعرفوا كيف راها يلعي العدسة في حد ذاتها ما مشكل إلا كنت العين سليمة إلا كان هناك جفاف رخصنا نتبتوا شنو هو السبب ديال الجفاف ونعطيه الأدوية ونشوفه شنه المصلحة ديال المريض واشن المصلحة يعمل لها عدسة أو لا يعملاش على حسب المريض وعلى حسب الفحص للطبيع اللي سيتعمل له طبعا إلا إنسان عمل لها عدسة وكان في حل الجول هو جاف جو حار ما فيها بس استعمل القطرة ديال دوبا ستناعي لها وستعمل باش الرطوبة لمطلوبة في العين دائما إذن والمطلوب كذلك إحنا بالنسبة لنا كمشاهدين بغيين نصائح من اختصاصي في أمراض العيون الآن كيفاش نحفظه على نظر ديالنا والعين ديالنا خصوصا في شهر رمضان لأننا كنغيره أسلوب الحياة ساعة النوم كتغير وقدستعملوا كثيرا من الأجهزة الإلكترونية والحديثة شوف أول حاجة وتكلمت على واحد الموضوع موهم هو واحد الوقاية الوقاية خير من العلاج أكيد أول الوقاية سنكون دائما في واحد لجوه رطب لجوه جاف في المنزل وغير المنزل ثانيا في المنزل خصوص بالخصوص الإنسان يتخدم في الكمبيوتر سيكون عنده مسافة ديال 50-70 سنتيمتر على الكمبيوتر ويكون المستوى ديالكمبيوتر هابت شوي على المستوى العين الرؤية التحت نقص شوي خصو دائما حتى الناس تكون عندها واحد العمال شاق ديال القيادة يرتاح عينيه يشوف على اليام هكذا ويشوف بعيد يبدل الرؤية يبدل نظارة شمسية ضرورية ضرورية أحسن بشي الوقاية بالنسبة السيدات في المنزل بالنسبة الشعر الوسيلة الشيشوار خصو ينضمها حتى هي عامل العوامل القراءة الطويلة الرحة يخذ إنسان قسط من الرحة في الصهر كثيرا تهوى مضر النقص الإنسان يرتاح العين خصو ترتاح والإنسان خصو يرتاح هذو أشياء اللي هم باديهين ومعروفين ولكن الإنسان الحاجة الخورى اللي هي ما ينسى هذي إنسان خطرت خطرت إلاك الإنسان طبيب خرج خطرت دموع إصطيناعية في العين يعملهم بسيطة دموع إصطيناعية خصو يعملهم خصو يحترم عند مواعيد محددة خصو يحترم اللصفة الطبية اللي تعتطت اللي تعتطت ما يعملش العدسات أو ما يعملش حاجة هو كانت يخصو يعمل قبل ذلك يعمل الدموع الإصطيناعية اللي كانت طيب هذي فرصة كذلك دكتور بالنسبة للناس اللي جروا جراحات أو عندهم عمليات جراحية وش كتأجلوها بعد رمضان ولا ضروري أنها تكون في شهر رمضان غير الاستفادة هي المستعجلات ضرورية ضرورية واللي هي شي مستعجلة هذا تبقى نقاش بين الطبيب وبين المريض دياله في الحالة المستعجلة إذا كان ممكن بالنسبة لأن الأغلبية تأجل بعد رمضان يعني حالة المستعجلة هنا كان قصده بالخصص التروماتيزم مع جروح إنسان وقع له مشكلة جرحة العين دياله راح لابد غير لعمل العملية مستعجلة إنسان عنده التهاب حاد لابد تطرينا نديره أدوية بغضا أغال ونجيكسيون راح لابد تخصنا هذا المساعد عمليات الضغط مرتفع ديال العين بحالة حادة والآلام لابد نقول هذه مستعجلات معروفة يعني كان حالات اللي ما يمكن شي أن الشخص هو حسب رأيه شخصي كيفضل أن تهدو زرمدان دي ما تقول تهدو زرمدان إذا لم يتقرر الطبيب خصو نلتزم بالنصيحة للطبيب وأكيد وش بالنسبة للتغذية وش كان بعض الأطعام اللي مفيدة للعين كيف تنسمعوا دكتور وشوف بالنسبة للأغذية إنسان يأكل كل شي وشكل لأن العين رأيه الجسم العين مشي بوحده والجسم إذن خصو يتبع النصائح النصائح الصحية دي الفضية اللي كاتمشي على الجسم كله وكي نعكس كذلك على العين شكرا جزيلا دكتور حسن محسين أخي صائفي أمرض العيون على كل هذه المعلومات وفي الختم مشاهدينا نقول للجميع حفظوا على صحتكم وليكون شهر رمضان فرصة لتغيير الإيجابي في حياتنا بشكل عام من أجل حياة أفضل إلى اللقاء غدا بإذن الله